موقع مدى مصر بيصلت الضوء في تقريب مهم جدا على أزمة تكدس المقاعد الدراسية اللي بتفوق ثلاث أضعاف الحجم الاستيعابي للفصول في بعض الأحيان والحياة التقرير فيه أخبار مؤلمة جدا بتقول أن التكدس ده ترتب عليه وفاة طالبين العام الماضي وعدد كبير جدا من ضحايا العنف بين الطلاب السنة دي حصلت وفقا لأرقام رسمية من وزارة التعليم التقرير كمان بيتكلم على حجم الإنفاق المعلن وتضربه مع الإنفاق الحقيقي في الدستور اللي بيقل بنسبة كبيرة جدا هنعرفها مع بعض كمان شوية النظام لا يبدو أنه هو بيكترث بقصة التعليم ولا يبدو أنه فارق معه قوي قصة المدارس لأنه عنده حاجات تانية بيبني فيها صور التقرير مدى مصر تظهر قدام حضراتكو على الشاشة والحقيقة بدعو الجميع أنه هو يدخل ويقرأ التقرير البحث عن تختة لأن التقرير فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا حاولنا أنه نحن نلخصها لحضراتكو في هذا الفيديو قلة المقاعد تودي بحياة الطلاب ده الملخص العريض أو العنوان العريض لتقرير مدى مصر التختة فين ايه التفاصيل؟ التفاصيل نحاول كده نعيش جوه الفصل للزملاء يعني حط نهلنا في الصورة لجنة التعليم رصدت سبعة وخمسين حالة عنفة في المدارس خلال أول تلات أيام هذا العام ده تصريح لأشرف أمين عضو لجنة التعليم في مجلس النواب العام الماضي توفي طفلان من كفر الشيخ عيد من كفر الشيخ وياسر من الجيزة ايه سبب الوفاة؟ بسبب مشاجرات نابعة من أزمة كثافة الطلاب اللي لا تتناسب لا مع عدد المدرسين ولا مع عدد وحجم الفصول أنا هعود قدام لا أنا هعود هنا لا مش عارف كذا فبتحصل خناءات في الآخر في طفلين ماتوا اللي بيقول الكلام ده هو محب عبود وكيل نقابة المعلمين المستقلة طيب عجز المدرسين تفاقم في المدارس الحكومية حتى بلغ في العام الحالي الأسبوع اللي فات لسه كنت أتكلم معاكم أول مبارح تقريبا أن احنا وصلنا لربعمائة ألف ده عجز المدرسين تقريبا قرب نصف مليون مفيش مدرسين في المدارس طيب يوجد لكل 33.4 طالب مدرس واحد فقط لكن النسبة دي بتصل في الوطن العربي تقريبا أن فيه مدرس لكل 19 طالب يعني تقريبا النص تقريبا يعني فإحنا بعيد قوي عن البلدان العربية في قصة المدرس لكل كام طالب الكثافة الطلابية في كفر الشيخ بتصل لـ 80 طالب في الفصل الواحد وهنشوف بعد شوية الأرقام الرسمية بتقول كام لأن لو تفتكروا معايا كده من كام أسبوع استعرضنا حاجة مشابهة لده وقلنا أن كثافة الطلاب بين بيقولوا حاجة واربعين فأنتوا في الاتصالات قلتوا لي الأرقام دي غلط إزاي حاجة واربعين ده العيال بيعودوا حاجة وثمانين وحاجة وتسعين أيوة في كفر الشيخ فعلا بنوصل ليه 80 طالب طيب بعض مدارس محافظة الجيزة بتصل فيها نسبة تكدس الطلاب لكام هنشوف مع بعض لـ 90 أو حاجة وتمانين طالب أيضا الرقم مش عارف راح فين طيب هو مدارس محافظة الجيزة بها نفس نسبة تكدس 80 طالب معلش الرقم يعني سقط سهوا متوسط مساحة الفصل الواحد هي 40 متر مربع المفروض يعني أنه يكون لكل طالب أكتر من متر داخل الفصل نتتكلم في 40 متر مربع في الكثافة حوالي 80 فالنسبة قليلة جدا وفقا لهيئة الأبنية التعليمية لا ينبغي أن يتعدى الفصل كام 30 طالب لكن الحقيقة ده مش حاصل احنا عندنا الأعداد أكتر من كده بكتير بيقول ايه كمان تقرير مدى مصر نتابع ان احنا بنواجه مشكلة توفر أراضي لبناء مدارس في المحافظات التي تشهد كثافة مين اللي بيقول الكلام ده ده محمد جلال ممثل وزارة التربية والتعليم نقف هنا شوية نقف هنا شوية لأن هنا مهم قوي احنا عندنا ايه عندنا مشكلة توفر أراضي لبناء مدارس صح طيب مين المسؤول عنده مين المفروض يوفر الأراضي مين المفروض يجيب تمويل للمدارس مين المفروض يدفع الفلوس مين المفروض يحط موازنة الحكومة مش كده طيب مين اللي بيمشي الحكومة رئيس الحكومة مين اللي بيمشي رئيس الحكومة رئيس الدولة مين رئيس الدولة عب فتاح السيسي بما أن اذا فالراجل محمد جلال اللي بيقول ممثل وزارة التربية والتعليم ان احنا ما عندناش أراضي لبناء مدارس امشي مع الخط كده هيوصل لعب فتاح السيسي في الآخر هو ليه السيسي مش موفر أراضي للناس دول عشان يبنوا عليها مدارس ما هو يا جماعة هو المسؤول عن كل حاجة هو اللي بيحط الموازنة هو اللي بيقرر هو اللي بيقول للوزراء اعمل ايه وما تعملش ايه وبالتالي لما يكون عندنا تصريح رسمي زي ده من ممثل وزارة التربية والتعليم ان احنا ما عندناش أراضي لبناء مدارس فلازم اول سؤال يوجه ليه عبدالفتاح السيسي انت ليه مش بتوفر للناس دي الأراضي طيب في كفر الشيخ كمان المحافظة اللي توفي فيها احد الطلبة الاهالي طالبوا ببناء مدرسة جديدة عايزين مدرسة جديدة يا جماعة لان عيالنا بيموتوا ومحدش معبرنا بعد احتجاجات ومطالب المحافظ وفق لهم على بناء مدرسة جديدة بس بشرط غريب قوي قال لهم لازم انتوا كاهالي توفروننا الارض طيب انا مالي مش انت عايز مدرسة جديدة عشان ابنك مات طيب خلاص رحت لارض ارض ايه يا بيه هو مش انت المحافظ هو مش انت الدولة هو مش انت النظام يا جماعة لو سمحتوا هتقولنا ارض وعملولنا مدرسة لا انتوا الاهالي انتوا اللي عايزين انتوا اللي تجيبوه كان فيه متصل امبارح قال جملة عبقرية قالك ان عبدالفتاح السيسي هو نموذج موجود في كل مكان في مصر فالمحافظ ده هو عبدالفتاح السيسي على صغير قال لهم ايه مش انتوا عندكوا مشكلة المشكلة دي ان حد من الاهالي ابنه مات آه عندنا مشكلة طب خلاص ما تجيش تقولي المشكلة لا انت تيجي ومعاك الحل فتيجي ومعاك حتة الأرض الأهالي برغم كل العبث ده تمكنوا من شراء أرض للمدرسة بعد صعوبات كبيرة جدا لكن بناء المدرسة ما حصلش وكان في عقبات بيروقراطية من الهيئات الحكومية المختلفة زي هيئة الأمنية التعليمية ومجلس المدينة اطلع لمدام عفاف الدور الثاني اطلع لمدام عفة الدور الثالث فوت علينا بكرة يا سيد اصلها مشغولة بتشتري حاجات من الباع المتجولين اللجوم المدرية فبالتالي المدرسة لم يتم بناءها وما فيش اي حاجة حصلت وزي ما احنا في كفر الشيخ اللي مات فيها طفل لكن المحافظة اللهم هاتوا الأرض جابوا له الأرض ما بناش المدرسة تعالوا نشوف كده في الرسم البياني الجاي ده نشوف موضوع طيب ده مؤشر مهم برضو المنطرة الاتصالي العالمي في ديفوز 2021 تأتي مصر في المركز 139 قبل الأخير في مؤشر جودة التعليم وده مؤشر خطير بيقولك احنا وضعنا ايه في العملية التعليمية في مصر تعالوا نشوف في الرسم البياني الجاي متوسط عدد الطلاب في الأعوام الدراسية حسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر طيب في 2006 كان متوسط عدد الطلاب في الفصول أنا بتكلم على الأرقام الرسمية أنا عارف أنت بتفرج عليها دلوقتي بتقول لي يا عم أسامة الأرقام دي الضعف لكن تمام أنا هنا بحاول أجيب الرقم الرسمي اللي الحكومة بتقوله وانقيمه على المؤشرات العالمية فالحكومة بتقول أن كثافة الطلاب في 2006 كانت 39.18 طالب في الفصل الواحد 2010 انخفضت ل36 ارتفعت في 2014 ل39.7 يعني حوالي 40 طالب 2018 وصلنا لحوالي 43 طالب دلوقتي الحكومة بتقول في 2022 أن متوسط كثافة الطلاب في الفصول 46 طالب في الفصل أنا متأكد أن الرقم ده غلط أنا متأكد أن الرقم ده أقل بكتير ويمكن نص الواقع اللي موجود في محافظات كتير جدا وفي مدارس كتير جدا لكن ده الرقم الرسمي زي ما قلتلك وده اللي الحكومة بتقوله طيب الأرقام دي والمشاكل اللي حصلة دي سببها إيه؟ السبب الأول هو الفلوس مش كده؟ مفيش موازنة الدولة مش بتصرف على التعليم بالقدر الكافي تعالوا نشوف رأس الدولة قال إيه على قصة الإنفاق على التربية والتعليم والمدارس نتابع أجيب منين وبكام المليون فاصل عشان أحطها 20 أنا أنا أقول إن أنا أخليهم حتى على 3-4 3 مرات يبقى 250 ألف لو ألت 4 مراحل أو 4 فترات يبقى 250 ألف فاصل أنا عندي ده؟ لا طب أقدر أعمله؟ لا طب لأ ليه؟ لأنه حتى المتاح من الموازنة كلها ما تقدرش تعمل كتير يبقى إحنا مش هنصرف على التعليم يا جماعة دي خلاص القول عبر فتح استيسي ما عندوش ومش لاقي لكن عندو يصرف على الكباري زي ما كان بيقولك مبارح أنا لو ما عملتش الكباري والطرق الأجيال الجديدة هتحس إن أنا ظلمتها الأجيال الجديدة منها الولد بتاع ليبيا مبارح اللي كان بيهاجر بشكل غير شرعي ومنها الولاد اللي ماتوا في مدارس كفر الشيخ والبحيرة الناس دول مش عايزين كباري وطرق الناس دول عايزين مدارس